بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم حضرات السيدات والسادة أيها المشاهدون الأكارم في نفحات هذا الشهر المبارك شهر القرآن والإحسان ونحن نعيش أيامه ولا يليه بين تجليات تقربنا من ربنا وتسعدنا بهذا الدين الذي أنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ليكون دينا مؤشرا لتغيير حياة الإنسانية قاطبة وانتشالها من الهمج والهمل والارتقاء بها إلى المستوى الحضاري الأرقى الذي به تسعد الأجيال وإن تعاقبت الأزمنة والأيام وفي هذا الإطار بالذات ونحن نتشرف بالحديث إليكم في هذه المناسبة الكريمة نشير إلى البعد المحمدي من خلال قوله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب وفي واقع الأمر ما أحوج الأمة اليوم وهي تتقاذفها الأمواج وتهزها بشكل مخيف ما أحوجها إلى أن تبدل نمط تعاملها وترقى إلى المستوى المحمدي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وهذا الخلق يتميز بالكلمة الطيبة ورحابة الصدر وانشراح الرؤاء ومحبة الناس هذه المحبة التي نفتقدها اليوم أو نكاد في أسرنا في حياتنا العامة في حياتنا الخاصة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن المؤمنين إخوة وأن الإصلاح بينهم أساسي وأن التعامل بينهم يجب أن يقوم وأن يقوم عبر الكلمة الطيبة التي تغرس الودة في فؤاد الكريم من هنا نتوقف عند الأثر النبوي الرائع في مثل هذا الشهر المبارك في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق انبساط الوجه وحسن الخلق بهذا النمط المحمدي ترقى الأمة فإذا بها تتغلب على صعاب الحياة وإذا بها تنظر إلى الآخر أن كان شكله أو لونه أو دينه أو معتقده أو الخلاف الذي قد يحصل بيننا وهو أمر مشروع في وجهات النظر أو في التصورات للحياة العامة والخاصة لكنه لا يقضي للود قضية فإذا بنا نتعود من خلال هذا الشهر المبارك على الكلمة الحلوة الكلمة الصادقة وهنا أشير إلى الموعظة الإلهية التي وردت والتي وجه بها موسى عليه السلام وأخوه هارون فرغم تغيان فرعون ورغم جبروته ورغم ادعائه بأنه الإله وأنه الرب يأذن الله سبحانه وتعالى لموسى ولهارون بذهاب إليه في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى شفونا المعنى القرآن العجيب ستغيان بماذا يقابل من قبل الخلاق العليم الذي هو الله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما أروعها في واقع الأمر معاشر المؤمنين من وقفات ومن تجليات تشير إلينا وتنبهنا إلى أن القول اللين به نسعد وبه نرقى والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجابها غصومة رغم كثرتهم ورغم حدتهم ورغم رؤاهم ورغوة إشراكهم إلا بالكلمة اللينة وبالابتسامة وبانشراح الصدر كان النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وكذلك في أفعاله وفي إقراراته كان مثال الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة وكان أشرح ما يكون وأبسط ما يكون في هذا الشهر المبارك الذي في بعض الأحيان نلاحظ في حياتنا العامة في حياتنا العامة بأشكالها المتنوعة حتى في مساجدنا غلظة في اللفظ وقساوة في التعامل ونظر حد إلى بعضنا البعض بشكل يفقد الصيام أبعاده ويفقد هذا الدين الإسلامي في سموه الذي هو ارتقاء بالأخلاق لأن شهر رمضان هنا يسمو بأخلاقنا قبل أن يسمو بأسادنا فهو امتحان للروح قبل أن يكون امتحانا للجسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم سيدي يا رسول الله ما أحوج أمتك اليوم إلى أن تفقها سر عقيدتها وشريعتها وإلى أن تفهم هذا المعنى يمس المرافق النبي صلى الله عليه وسلم كل حنان وكل لطف وكل ود النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في المدينة المنورة ويعترضه الأطفال فيمسح يضع يده على رأس الطفل ويدعو له فإذا به يكسب القلوب وإذا به يدفع الأمل إحنا الأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى شيء أساسي أن تخرج من القنوط واليأس والتشاؤم والرؤاء القاتمة إلى أن تعود إلى انشراح الإسلام إلى الأمل لأن كما قال الشاب رحمه الله من خلال الظلام شمت صباحا فالصباح وآت بحول الله وهذه الأمة الإسلامية بحول الله في مشارق الأرض ومغاربها لن تنتكس ولن تنهزم تمر بها فترات الصعوبة والامتحان والابتلاء في المال وفي قلة القدرة على مجابهة الحياة وفي نوع من الخصومات الغير المعقولة والمقبولة ولكنها في النهاية قد وعدت بأن تكون الأمة القائدة وبأن تكون الأمة الموعودة بالنصر وبالتأييد ما عادت في سلوكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منطوق الكتاب العزيز وهنا أقف عند قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ما أرواعها من آية هذا الغل الذي هو في النفس نتيجة الأحقاد نتيجة أنك تحسد الإنسان على ما أعطاه الله هذا رمضان هنا يأتي البعد الأساسي لرمضان كيف نتغلب على النفس الأمارة بالسوء النفس الحاقدة النفس الحاسدة التي تحدث تحسد الناس على ما أعطاهم الله من فضله هو الذي قسم الأرزاق وهو الذي أعطى الأشياء وهو الذي جعل التفاوت بين البشر مؤشر قوة لمؤشر تناحر يتفاوتون ويختلفون ويتكاملون في البعد الإيماني وفي البعد الإنساني وفي بناء الحضارة وفي بناء الأوطان وفي نشر كلمة الود والرحمة التي بها ترتق الشعوب أنا شخصيا حضرات النظارة عندما أنظر إلى بلاد الغرب لأخفي عليكم هذه الحقيقة ونحن في شهر المكاشفة في شهر المصارحة في شهر أن نصدع بكلمة الحق عندما ننظر إلى بلاد الغرب اليوم ننظر إلى شعوبها وإلى شبابها وإلى كهولها وإلى طاقاتها أمم تبني بسواعدها تبني أوطانها وتبني اقتصادها وتبني ثقافتها وتبني أجيالها على الشعور بالحق والواجب أيضا الذي نسيناه وننظر إلى وطننا الإسلامي اليوم بكل حسرة وبكل ألم فنجد افتراق الكلمة ونجد تشتط الصفوف ونجد القضاء على الحضارة حتى على تاريخنا على ماضينا التالد بكل أشكاله سواء كان سلبيا أم إيجابيا والقضاء والقضاء أيضا على الأمل أي وذا أن نبني وننهدم أصبحنا معاشر المؤمنين في وضعية في واقع الأمر نخشى على الأمة هذه الأمة التي أمنها النبي الأعظم واختارها لتكون الأمة الرائدة والقائدة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا بهذه الأمة اليوم في مفترق الطرق مشتتة الأوصال مختلفة الرؤى مفرقة الكلمة نحن نخشى على أوطاننا نحن نخشى على حضارتنا نحن نخشى على أجيالنا ولذلك فإنني من خلال هذا اللقاء المبارك الذي يجمعني بكم من خلال هذه النفحات الصادقة التي يشهد الله على أني أقولها وأنا صادق أدعو أجيالنا وأدعو شبابنا وأدعو أمتنا هاته التي تصوم اليوم مستجيبة لنداء ربها إلى أن تعود إلى الجادة وإلى أن تعود إلى سواء السبيل نبني أوطاننا ننشر الود ننشر الكلمة الصادقة التي تحبب في الإسلام ولا تنفر من الإسلام والمسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين ربنا إننا على العهد ندعو في سبيل الدين المطهر فاشهد ألهم الختمة بالشهادة عبدا قلبه مفعم بحب محمد موسيقى موسيقى